اشتركوا في القناة انسان اخر طبعا يأمره بان يكون معه ما دام ذاك في طاعة الله اذا ذاك صار في معصية الله الله سبحانه وتعالى يأمر بان يفارقه لا تطيعه في معصية الله وفي الحديث الشريف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فاذا الله سبحانه وتعالى امرك باتباع العالم ما دام هذا العالم في طاعة الله فاذا فارق طاعة الله يجب عليك ان تفارقه بل عم بن باعورة من كبار علماء بني اسرائيل والله سبحانه وتعالى آتاه آياته بمجرد ان اصل الله سبحانه وتعالى وخالف رسوله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خلاص لا تجب طاعته بل تجب مفارقته اذا شفنا الله سبحانه وتعالى امره بالكون مع انسان بشكل مطلق لم يقيده بحالة دون حالة وبزمان دون زمان هذا معناه ان ذلك الشخص لا يخطئ ولا يعصي لانه اذا عصى يجب ان تفارقه لا ان تكون معه اذا اخطأ زيان اخطأ ما يخالف بس انت لازم لا تتبع في خطأ في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله تقوى الله مطلقة ما فيها تقييد في كل شيء لازم تتق الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين هذا الكون معهم بشكل مطلق مو المراد الكون الجسماني يعني اذا الصادق في مكان انت تروح تجلس بجنبه كلا هذه المعية المكانية ليست مرادة بل المراد المعية بالاتباع المعية بالنصرة لان المعية قد تكون معية مكانية يمكن المؤمن يكون مع الكافر المؤمن مع المنافق الكافر مع المؤمن هكذا يمكن الله سبحانه وتعالى له معية بمعنى علمه واطلاعه على الكفار وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول معية بالعلم بإحاطة علمه وقدرته به المعية بمعنى النصرة والاتباع هذه المعية هي المرادة هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين معنى انه اجلس يمه معنى اتبعه معنى اطعه هذا الامر امر مطلق فمعنى ذلك ان هذا الصادق لا يخطئ هذا الصادق هذا الصادق لا يعص الله سبحانه وتعالى يعني معصوم لان الذي لا يخطئ ولا يعصي من البشر هو معصوم هسه يمكن انسان مؤمن متقي لا يعصي لكن يخطئ المعصوم هو الذي لا يعصي ولا يخطئ فحينما يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تقوى الله مطلق وكونوا مع الصادقين بشكل مطلق معنى ذلك ان هؤلاء لا يعصون الله لا يخطئون يعني معصومون من المراد بهم في هذه الآية بكرنا فيما مضى ان الامة اجمعت على ان الخلفاء الثلاثة قابل امير المؤمنين هؤلاء ليسوا بمعصومين سلاطين بني الامي بني امي وبني العباس ليسوا بمعصومين الحكام ليسوا بمعصومين فلا تشملهم هذه الآية فتنحصر هذه الآية في من ادعيت لهم العصمة وهم الامة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولو لم يكونوا معصومين على الفرض فهذه الآية لا مصداقة لها والله سبحانه وتعالى اجل من ان يذكر كلاما لغوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الامام الباقر يقول ايا ناعنا هذه الآية الله سبحانه وتعالى قصد فيها الرسول محمدا وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة